افتتحت الجمعية الكويتية للإغاثة مدرسة عمارفن عبد العزيز بمديرية الحصين بمحافظة الضالع وذلك بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وفي الافتتاح أشهد وكيل أو كل من الوكيل المساعد لقطاع المشاريع بوزارة التربية والتعليم فضل عبدالله ومدير عام مكتب التربية بالمحافظة محسن الحنق ومدير مديرية الحصين صلاح الحريري بتدخلات دولة الكويت التي تهتم بالمشأة التعليمية والاهتمام بأعادة تأهيل وترميم المدارس وتوفير الأثاث المدرسي والإداري شاكرين الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذه الأعمال الإنسانية الأخوية مؤكدين بأن هذا ليس بغريب على دولة الكويت التي كان لها السبق في بناء المدارس والمستشفيات منذ سبعينيات القرن الماضي لذلك نوه نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في بلادنا عادل باعش إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية الكويتية للإغاثة في أعادة الحياة للبيئة التعليمية في العديد من المدارس من خلال الترميم والتأهيل وتوفير الأثاث التي من شأنها تأهيئة الأجواء التعليمية المناسبة في المدرسة في إطار سعيها الدائم لخدمة العملية التعليمية في اليمن ودعم قطاع التعليم بالعديد من المشاريع تفتتح اليوم القمعية الكويتية للإغاثة مشروع إعادة تأهيل وترميم وتجهيز وتأثير مدرسة عمر بن عبد العزيز في مديرية الحسين محافظة الضالع هذا المشروع يأتي بتنفيذ من القمعية الكويتية للإغاثة مكتب اليمن المشروع هذا شملت عملية ترميم لجميع مباني المدرسة جاملة وأيضا تزويدها بالطاقة الشمسية ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة التأثيث والتجهيز من خلال دعم المدرسة بالكراسي الطلابية وأيضا دعم الإدارات المدرسية هنا هذه المدرسة هي في مديرية الحسين محافظة الضالع وهي إحدى المدارس التي بنتها دولة الكويت في سبعينيات القرن الماضي قينا اليوم بتكليف من معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارغ العكبري للافتتاح الرسمي لترميم الشامل لمدرسة فيصل منصر حاليا سابقا مدرسة عمر عبد العزيز التي قامت للجمعية الكويتية مشكورا بعملية الترميم الشامل مع التأثيث والتجهيز وبناء حمامات خارجيه للمدرسة وكذا منظومة الطاقة الشمسية للمدرسة ومن خلال هذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل لدولة الكويت شعبا وحكومة ولا نستطيع أن نوفي دولة الكويت بما قامت به من عمل في مجال التربية من قديم الزمن من أيام جمهورة المن ديمقراطية الشعبية من السبعينات حيث قامت ببناء معظم مدارس التي بنيت في هذه المحافظات والآن تقوم بعملية الترميم والاستحداث لهذه المدارس